طيب بما أننا بنوضح للمواطن لو أنا مثلا عندي مخالفة أعمل إيه؟ يعني أولا هل كل المخالفات بيتم تصالح بشأنها؟ دي نقطة وفي نفس الوقت لو أنا عندي مخالفة من المخالفات اللي بيتم تصالح بشأنها أعمل إيه؟ أتوجه لفين بالزبط؟ إيه الأوراق المطلوب؟ حتى هذه اللحظة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة للأحياء تمام في محافظة كل محافظة من 27 محافظة موجود فيها الإجمالي 341 على ما أظن مركز تكنولوجي في محافظة زي محافظة القاهرة نظرا للسعة وما إلى ذلك 37 الأسكندرية الشرقية المحافظات الكبيرة السعة فيها مراكز وما إلى ذلك تمام الظريف أنه كل المراكز استعدت لدرجة أن برضو أنا بحطر للحلقة أستاذتنا اكتشفت حكا غريبة قوي أن في دورات تدريبية قامت بها وزارة التنمية المحلية مع السادة المحافظين أنهم أرسلوا رؤساء الأحياء ومعاونيهم لتلقي دورة تدريبية في التعامل مع المواطن في إيه المخالفات التي صحنا نقبلها والرسوم والتقديرات ومن سيعفى إذا كان دفع الرسوم من سابقة ومن لا يستحق ومن سيعطى فرصة أخرى لهذا بل بالعكس كمان والدورات دي والاستعداد دي أستاذ محمد لهذه الأمور أمر علمي عملي أمر علمي عملي كي لا يستضب المواطن مع الموظف العام وهنا قضية خطيرة بتقابلنا في التنمية المستدامة بفروحها في الإدارة والسياسة والاقتصاد والبيئة وكل هذه الأمور الموظف العام هو سفير الحكومة تجاه الشعب سفير الحكومة لدى الشعب فالموظف العام لما يكون جاهز مدرب باستوعب للقضية متفاحب لأبعادها لن يتعامل مع المواطن بطريقة قد تكون عكس ما تريده قياداته أو الحكومة ورفاق